اشتركوا في القناة الرب يسوع في آية 44 إذا ممكن أقراها الرب يسوع بقول أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس من البدء ولم يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق ما تتكلم بالكذب فإنما يتكلم مما له لأنه كذاب وأبو الكذاب يعني وصف بعض من اليهود اللي كان يعني بيتحاور معهم عندما قالوا لم نستعبط قتل إحنا أولاد إبراهيم بتكلم المسيح عن الحرية الحقيقية بعدين وصل إلى أوج الجدل وقال أنتم من أب هو إبليس عندما يقول القاضي عن شخص أنه قاتل مش من حق أي واحد تاني أنه قبل ما يصدر القاضي حكمه أنه يصدر هو الحكم لكن القاضي عندما يحكم ده مش بيجتم لكن ده بيحكم المسيح هو الديان هذا معروف أن المسيح هو الديان الله أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه فهذه العبارات كلها التي قالها المسيح أولاد الأفاعي أو المرائين أو إلى آخره هو بيتكلم هناك كقاضي لا يحكم حسب الظاهر لكنه يحكم حكما عادلا فمن يعرف خفيات القلب سوى في الإنجيل كان يعرف خفيات الناس بيعرف اللي بيدور في أفكارهم نعم كان يفعل ذلك لذلك المسيح هو الذي يعلم أما لماذا قال المسيح هنا أنتم من آبن هو إبليس مش بيقول كلامه بس لكن بيقول كلام موثق ومبرهن بيقولوله إحنا زرية إبراهيم ولم نستعبد قطل أحد ودي أول كذبة بقى هم لم يستعبدوا قطل أحد طب يا أخي نزار أنت مذاكر الكتاب المد هو في حد ما استعبدهمش اقرى صفر قضاة لأي كام شعب استعبده وبعدين جت أزمنة الأمم نبو خز نصر وبعدين مادي وفارس وبعدين الإسكندر الأكبر وبعدين أياميها كان الفلوس اللي في جابهم مش بتاعتهم عليها صورة القيصر وفي حد ما استعبدهمش كدبين إحنا زرية إبراهيم ولم نستعبد قطل أحد قال لهم أنا عارف أنك زرية إبراهيم بس مش ولاد إبراهيم لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملوا أعمال إبراهيم مش كده لكن الآن ده في عدد 40 تطلبون أن تقتلوني ومن هنا قال لهم أنتم من أبن هو إبليس ليه؟ لأن ذاك كان قتالاً للناس من أبن أنت قال عايز تقتل وبعدين تقول أنا أبن إبراهيم هو إبراهيم أعمل كده عايز تقتل الصلاح كله المسيح مسيح الله ابن الله عايز تقتله وبعدين زعلان أن واحد يقول لك أنتم من أبن هو إبليس طبعاً أنتم من أبن هو إبليس 100% ترجمة نانسي قنقر